رحبا صغاري بن جديد في مكون الاستماع والتحدث والآن مع الوضعية التواصلية وكما تعلمون أننا عند زيارة الضيوف نستقبلهم ونلقى ونقول لهم بعض العبارات فما هي هذه العبارات؟ إذن لنمر ونستمع لغيتا كيف رحبت بليليا وبضيوفها وبالمسافرين من فتح الباب؟ جيد أبنائي إنها غيتة من فتحت الباب ماذا فعلت غيتة لليليا؟ نعم رحبت بها جيد وماذا قالت لها؟ أهلا ليليا ومرحبا تفضلي جيد غيتة دائما ترحب بالضيوف وتستقبل الزائرين فتقول لهم ماذا تقول لهم؟ ولو كنتم أنتم مكان غيتة هل تستقبلون ترحبون بالضيوف؟ وماذا تقولون لهم؟ جيد هيا نستمع ماذا قالت غيتة استمعوا إلى غيتة ترحب بليليا أهلا وسهلا ليليا تفضلي ردت ليليا ردت ليليا شكرا غيتة تستقبل مسافرا استمعوا ماذا قالت له حمدا لله على سلامتك رد المسافر شكرا حفظك الله نائي بعد الاستمع لي مقالة غيتة للمسافر وللضايف ولليليا هيا مع هذه الأسئلة لنفهم أكثر ولنتعرف على ندى فهمنا في الوضيح ماذا قالت غيتة للترحيب بليليا قالت لها أهلا وسهلا ليليا تفضلي بما ردت عليها نعم قالت لها شكرا ماذا قالت غيتة لما استقبلت البيوف أحسنتم مرحبا يسعدني حضوركما بما ردوا عليها شكرا بارك الله فيك وماذا قالت حينما استقبلت المسافرة نعم قالت له حمدا لله على سلامتك أحسنتم أبنائي أعيد الاستماع للوضع مرات ومرات أحسنتم صغاري وحفظي ورعايته صغاري حفظكم الله ورعاكم وإلى الحسة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر